وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا رجل بحجم المسؤولية ووعود بحجم الوفاء بها ليستمع كل مشكك وليقتنع كل مكذب أقل من شهرين هو عمر حكومة الكاظمي وها هو رئيسها يفي بوعوده التي قطعها لشعبه وعدا تلو الآخر ضربات قاصمة وجهها الكاظمي ضد حيتان الفساد وغيلانه أتت ثمارها الطيبة وكانت حملة المنافذ مثالا على بسط فوض الدولة وتفعيل إجراءات القمارق والضراء رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والاستعراضية تغييرات في مناصب حساسة لاقت استحسان الشارع العراقية بكل أطيافه والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة لكن التحدي الذي لا يقل أهمية أو خطورة عن التحديات الأمنية والاقتصادية هو إجراء الانتخابات المبكرة والتي كانت من أبرز ما تضمنه برنامج الكاظمي الحكومي فجاء تحديده موعد إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران من العام المقبل 2021 ليضع النقاط على الحروف وليسكت أي مشكك فإنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة الكاظمي لم يكتفي بإعلان موعد الانتخابات بل تعهد بكل ثقة بالسعي لإجرائها وفق معايير النزاهة وبعيداً عن قعقعة السلاح المنفلت ونتعهد بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات لا يؤثر فيها السلاح المنفلت ولا تزور فيها إرادة الشعب ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة الخطوات الواثقة للكاظمي وحكومته منحت المواطن العراقية فسحات كبيرة من الأمل والاطمئنان ووضعت البلاد على الطريق الصحيح الذي كان غائباً أو مغيباً في فترات سابقة لكن ذلك يضع على عاتق المواطن مسؤولية الدقة في الاختيار بعيداً عما تفرضه متطلبات الطائفة والقومية والتحزب السلام على شعب عراق يوم شهد الأخلاق والقيم الشاهقة ويوم حمل الثقل المبادئ العظيمة جيلاً بعد جيلاً